اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضع مقلات واسعة على نار متوسط نسكب كمية الزيت اللازمة لاعداد هذه الوصفة ثم نضيف الثوم المفروم ونبدأ بالتقليب ثم سنحتاج الى حبتين من الفلفل الاخضر الحار سنقطع هاتين الحبتين الى مكعبات صغيرة ونضيفها للمقلات نقوم بالتقليب لبعض الوقت حتى تذبل هذه المكونات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ان تذبل المكونات سنضيف الطماطم المطحونة للمقلات ونواصل التقليب اشتركوا في القناة نضيف الآن الهريسة وهي احد المكونات الاساسية في هذه الوصفة نواصل التقليب حتى تتجانس المكونات معاً ثم نقوم باضافة خليط التوابل التونسية او ما يسمى ايضاً التابل للصلصة ونواصل التحريك لبعض الوقت قد تحتاج عملية طهي صلصة الطماطم الى عشر دقائق تقريباً ستلاحظون بعد بضع دقائق ان قوام صلصة الطماطم اصبح سميكاً بعض الشيء وهذا هو المطلوب يجب ان نصل الى هذه المرحلة لنتأكد من ان الطماطم قد نضجت تماماً الان نقوم باضافة الملح للصلصة ونقلب جيداً ترجمة نانسي قنقر عندما يصبح قوام الصلصة سميكاً بعض الشيء وتقل كمية الماء الموجودة في صلصة الطماطم نقوم باضافة القليل من الكمون لاننا تقريباً شارفنا على انهاء هذه الوصفة ترجمة نانسي قنقر لم يبقى لنا الان سوى اضافة حبات البيض للخليط نقوم باضافة البيض الواحدة تلو الأخرى ونحرص على ان تبقى حبات البيض بعيدة عن بعضها البعض في المقلات ثم نضيف الملح ان تأكدنا من ان الوصفة تحتاج الى القليل بعد ونرش القليل من الفلفل الاسود المطحون فوق حبات البيض قبل اضافة حبات البيض يجب ان نتأكد من وضع المقلات على نار ضعيفة حتى لا تحترق الصلصة او تلتصق بقاع المقلات يمكن ان نغطي المقلات بغطاء حتى تنضج العجة فالبعض يفضل ان تكون حبات البيض ناضجة تماما اما البعض يفضل ان يكون البيض ناضجا ويفضلون ان يبقى الصفار لينا بعض الشيء اخيرا تقدم العجة ساخنة مع الخبز الطازج وبالهناء والشفاء اتمنى ان هذه الوصفة قد نالت اعجابكم وارجو اعزائي ان لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الاشتراك الاعجاب بالفيديو ونشره بين اصدقائكم واحبائكم شكرا جزيلا لكم على المتابعة مرحبا بكل المتابعين الجدد تصبحون على خير شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم 98-imento